سين ما أهم الصفات التي يجب توفرها في الزوج المسلم جيم من أهم الصفات الواجبة في الزوج المسلم الدين فينبغي أن يكون مسلما ملتزما بشرائع الإسلام كلها في حياته وينبغي أن يحرص ولي المرأة على تحري هذا الأمر دون الركون إلى الظاهر ومن أعظم ما يسأل عنه صلاة هذا الرجل فمن ضيع حق الله عز وجل فهو أشد تضيعا لحق من دونه والمؤمن لا يظلم زوجته فإن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها ولم يهنها وقل وجود ذلك في غير المسلمين الصادقين قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكم فتنة في الأرض وفساد عريض ويستحب مع الدين أن يكون من عائلة طيبة ونسب معروف فإذا تقدم للمرأة رجلان درجتهما في الدين واحدة فيقدم صاحب الأسرة الطيبة والعائلة المعروفة بالمحافظة على أمر الله ما دام الآخر لا يفضله في الدين لأن صلاح أقارب الزوج يسري إلى أولاده وطيب الأصل والنسب قد يردع عن كثير من السفاسف وصلاح الأب والجد ينفع الأولاد والأحفاد قال الله تعالى عن الغلامين وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك فحفظ الله للغلامين ما لأبيهما بعد موته إكراما له لصلاحه وتقواه فكذلك الزوج من الأسرة الصالحة والأبوين الكريمين فإن الله يسر له أمره ويحفظه إكراما لوالديه وحسن أن يكون ذا مال يعف به نفسه وأهل بيته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما جاءت تستشيره في ثلاثة رجال تقدموا لخطبتها أما معاوية فرجل ترب أي فقير لا مال له ولا يشترط أن يكون صاحب تجارة وغنى بل يكفي أن يكون له دخل أو مال يعف به نفسه وأهل بيته ويغنيهم عن الناس ويستحب أن يكون لطيفا رفيقا بالنساء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس في الحديث السابق أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ويحسن أن يكون صحيح البدن سليما من العيوب كالمرض أو العجز والعقم ويستحب أن يكون صاحب علم بالكتاب والسنة وهذا إن حصل فخير وإلا فإن حصوله عزيز ويشرع لولي المرأة أن يتحرى عن خاطب موليته ويسأل عنه من يعاشره ويعرفه ممن يوثق في دينه وأمانته ليعطيه فيه رأيا أمينا ونصحا سديدا وقبل هذا كله ومعه ينبغي التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء والاستخارة ثم التوكل على الله عز وجل بعد استنفاذ الجهد فهو نعم المعين سبحانه